بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحك بكل خير زميلي جمال وزميلتي علي أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهداً لأعزاء متابعين برنامج صباح الشارقة حياكم الله معانا هنا من قاعة الجواهر للمناسبات في الإمارة الباسمة أحييكم لننقل لكم وقاع اليوم الأول من منتدى الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر الذي يقام تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه للعام الثالث على التوالي وتحت شعار الثورة الصناعية الرابعة للتعرف أكثر مشاهدين عن هذا المنتدى في هذه الدورة المميزة يسعدنا أن نرحب الأستاذ محمد المشرخ مدير مكتب استثمار في الشارقة صباح الخير أستاذ محمد وحياك الله معانا في صباح الشارقة صباح النور يا أهلا وسهلا فيكم وشكراً على تغطية الحدث اليوم بداية أن نهنى لكم هذا النجاح المتوالي عاماً بعد عام ولو نتكلم قليلاً عن هذه الدورة ما تحمله من كم هائل من الفعاليات والأنشطة بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى الشارقة للإستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة المنتدى إن شاء الله راح تكون جلساته على مدى يومين في اليوم الأول راح يتحدث مع علي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيس سيد شارقة للاستثمار وتطوير شروط وأيضاً راح يكون هناك متحدثين من شركة فيسبوك وشركة جوجل يحدثون عن آخر التطورات التكنولوجية ومدى إسهام التكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة نتكلم شوي عن الشعار يعني في كل عام يتم إطلاق واختيار شعار بما يتناسب مع المواكبة العالمية اليوم في عملية الاستثمار نتكلم عن الشعار وماذا يميز هذه أو ماذا تتميز هذه الدورة الثورة الصناعية الرابعة اليوم تؤثر على كثير من اقتصادات العالم تؤثر على كثير من البلدان وأيضاً على حياة البشر وذلك لأهمية التكنولوجيا اليوم إذا شفنا اليوم جهاز الهاتف ممكن يوصلك بلدان مختلفة وعن طريق تطبيق الهاتف أنت اليوم تقدر تلبي خدمات كثيرة فمن هذا المنطلق جاء اختيار شعارنا لهذا العام وهو الثورة الصناعية الرابعة لأهميته في تشكيل المستقبل حقيقة يعني نحن نعلم أن هذا المنتدى ليس مخصص فقط لاستقبال الاستثمارات والكل يعلم اليوم إمارة الشارقة تفتح المجالات يعني الاستثمار في كل المجالات وليس في الجانب الصناعي نتكلم عن الجوانب الأخرى اللي راح يفتح باب التعامل يعني مع المشاركات الكبيرة وحسب آخر لحصاءات أمس يعني 1500 مشارك العدد اليوم كم وصل؟ الحمد لله أعتقد أنه وصلنا 1500 مشارك تقريبا هذه السنة طبعا تميزت بحضور دولي كبير يمكن الفترات السابقة كان المنتدى إقليمي بدأ كمؤتمر أو منتدى محلي إقليمي اليوم شفنا شركات ومستثمرين جايين من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذا المنتدى والحقيقة يتنا كثير من الاستفسارات والرغبات في أيضا المشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى هذا العام المنتدى نحن خصصناه للرعاة في هذا العام بس إن شاء الله سيتم تلبيت جميع الاستفسارات والطلبات التي جاءت من مختلف الجهات الحكومية الدولية للمشاركة في هذا المنتدى والاستفادة حقيقة من نوعية الحضور سواء من رجال أعمال سواء من مستثمرين سواء من القطاع الحكومي أيضا شكرا لكم التوفيق إن شاء الله سيد محمد وشكرا لجهودكم الكبيرة والتي تقام سنويا ونشهدها على أرض الواقع هنا في هذا المنتدى شكرا لكم ويعطيك العافية شكرا لكم شكرا شكرا كل الشكر وتقدير مشاهدين الأستاذ محمد المشرق طبعا مدير مكتب استثمر في الشارقة نتمنى لهم التوفيق والنجاح إذن مشاهدين يعني كنا لكم في لقاء عام وتقطية عامة هنا من قاعة الجواهر للمناسبات ومنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر نعود إلى زملاء العزاء في استوديو صباح الشارقة والكلمة لكم